نصل إلى الوحدة الثالثة أو الـ Unit 3 أو Chapter 3 في شرحنا لمقرر أخلاقيات المهنة وهذه الوحدة أو هذا العنصر هو بعنوان أخلاقيات المهنة في التربية والتعليم أذكر فقط بأن الوحدة الأولى كانت بعنوان ما لا أخلاق إذن هذه عنوان الوحدة الأولى الوحدة الثانية أخلاق العمل في الإسلام أو خصوصية النظرية الأخلاقية في الإسلام العمل ثم الوحدة الثالثة هذه هي الوحدة الثالثة أخلاقية المهنة في التربية والتعليم طيب ما هي عناصر هذه الوحدة؟ في وقع الأمر هناك خمسة عناصر كما هو معلن على الشاشة سنمر على هذه العناصر إن شاء الله عنصرا عنصرا لدينا أولا تعريف المهنة لغتان واصطلاحا ثم العناصر الثاني أخلاقية المهنة أخلاقية المهنة التعريف والمفهوم إذن هناك فرق بين الاشتغال على مصطلح المهنة والاشتغال على مصطلح أخلاقية المهنة المهنة جوب أخلاقيات المهنة وورك إثيكس إذن العنصر الثالث الضوابط المدنية والشرعية للمهنة العنصر الرابع أخلاقيات المهنة في التربية والتعليم وأخيرا العنصر الخامس أخلاقيات القيادة التربوية هنا لابد أن نلاحظ شيئا مهما وهو أن لدينا في الوحدة الأولى بشكل عام ملأ أخلاق ثم الوحدة الثانية كما ذكرنا خصوصية النظرية الأخلاقية في الإسلام ثم الوحدة الثالثة أخلاقيات المهنة في التربية والتعليم ماذا نلاحظ في هذا التمشي؟ نلاحظ أنه ينطلق كما قلنا من العام في اتجاه الخاص العام جدا هو ملأ أخلاق بسورة عامة ثم لاحظ معي أننا بدأنا تدريجيا نقترب من أخلاقيات المهنة في التربية والتعليم على اعتبار أننا في الوحدة القادمة إن شاء الله سنمر إلى شيء أكثر خصوصية وهو المثاق السعودي لأخلاقيات المهنة التربية والتعليم إذن أكثر خصوصية طيب ما هي أهداف هذه الوحدة الثالثة؟ في وقع الأمر تسعى هذه الوحدة أولا إلى تعريف المهنة ثم تحديدا بعد ذلك التخصيص تخصيص القول وتخصيص الحديث وتخصيص الشرح على مهنة التربية والتعليم كما أن هذه الوحدة تسعى إلى كشف التغيرات التي طرأت على مهنة المعلم في القرن الواحد والعشرين وخاصة على مستوى الأدوار الجديدة التي أسندت له وغيرت من أدواره التقليدية إذن هذه هي تقريبا الأهداف العامة لهذه الوحدة تعريف المهنة تخصيص الحديث عن المهنة في التربية والتعليم ثم بيان التطورات الحادثة في مهنة المعلم وخاصة على مستوى الأدوار الجديدة التي أسندت له اليوم المعلم هو قائد تربوي وسنتحدث في آخر عنصر عن أخلاقيات القيادة التربوية